ما كنتش فاهم الفكرة ولا بسمع كلام للناس دخلها بصدري مش هعارف اهي ايام دايس وخلاص ما كنتش حاسب الخطو ولا ان الدنيا شيلة الام مو بنقص كل يوم حتى اقمره باسوت الايام جوا يا رميم وربي كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفايا غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي جوا يا رميم وربي كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفايا غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي الامان المالي هدف بيسعى لي اغلب البشر قرش يطمني على بكرة ويسد احتياجاتي انا وحبيبي اللي انا مسؤول عنهم لكن مشكلة الزمن ده ان احنا عرفنا كل حاجة عن بعض دخلنا بيوت بعض وشوفنا لبس بعض واكل بعض وده عمل مقارنة كبيرة والمقارنة دي بتزود الطموح والطموح لو ما تحكمش بالحلال بيتقلب لجشع البني ادم بيبقى عايز كتير ايا كان مصدره ويبدأ رحلة هدفها هل من مزيد حتى ولو من طريق لا يرضي رب العبيد اسباب بتخلي البني ادم يفقد الثقة في القرش الحلال ويبقى سياسته وهو ماشي كده في ادارة شغله المهم الكتير ومش مهم منين لانهيار الثقة في القرش الحلال تصدق فيه سبب غريب جدا السبب الاولاني انه يكون اضطربة على ان قيمة النجاح اهم من قيمة احترام المبادئ انه يتقلوا من صغره لو فيه اجابة ما تعرفهاش اسأل زميلك اللي جنبك فيبقى بابا وماما الاب والام مصدر كل صحة في الدنيا بيقولوله غش نفس الكلام لما يقولوله غش مثلا في الرياضة عشان تكسب فيبدأ الانسان قيمة مبادئه قيمه تنهار امام قيمة تحقيقه للمكاسب لانه تربى على كده فاكر سيدنا عمر وللقصة بيحكي لنا سيدنا ابو نعيم في حلية الاولياء انت عرفها بس اقولك فيها تفصيل حلو قوي لما كان سيدنا عمر بيمشي بالليل بيتطمن على الرعية فتعب فسند كده ايه جسمه كده على جدار فسمع ام بتقول لبنتها يا بنياتي هاتي اللبن وامذقيه بالماء حطي مياه على اللبن عشان يزيد فقالت لها يا اماه ان امير المؤمنين عمر نادى في الناس الا تخلطوا اللبن بالماء قالت يا بنياتي انت في مكان لا يراكي عمر ولا يراكي منادي عمر يا بنتي عمر ايه ومبادئ يعيزينني بيع ونكسب قالت يا اماه افأطيع امير المؤمنين في العلانية لما شوفوا له حاضر واعصاه في الخلاء يا امي ما تهزش ثقة في قيمي سيدنا عمر سمعي الكلام ده اما رايح بيته بص كده على عياله وامقايل لسيدنا عاصم اللي ما تجوزش عندي بنت لو كانت مش متجوزة يا عاصم تجوزها مش هتلاقي احسن منها وسأل لقاها مش متجوزة وسيدنا عاصم ابن سيدنا عمر تجوزها خلفه بنت البنت دي خلفت سيدنا عمر ابن عبد العزيز فاخد بالك لو انت اب ولا انت يقوم من ربيش عيالنا على فقدان الثقة في المبادئ المهم نكسب ونحقق السبب التاني هو التسويف ساعات البني آدم بيبقى عنده خبطات كده في الحرام بالذات اللي بيبيع منتج معين يمشتغل في المبيعات عايز يكذب علشان ينجز ويبيع ويخب يعيب معين في السلعة ويزود في المعلومة بيعة ورد تانية كوميشن ورد تانية بقى ده العادي وان شاء الله في يوم من الايام هبقى توب على اللي بعمله ده وما يتمنياش لو راح يشتري نفس السلعة من حد يبقى عملي فص فص معاه عشان ما حدش تحكي عليه لانه عارف عارف ان فيه ناس بتعمل كده وهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقولك ما تقعدش تفكر في اللي هبقى توب هبقى توب وتسوف قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم التكاثر اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها وهبقى توب بعدين بسم الله الرحمن الرحيم قالهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لغاية ما الانسان يتفاجئ انه ساب الدنيا ولسه بيقول بعدين السبب التالت اللي بيخلي الانسان يفقد ثقته في الحلال سبب عجيب جدا فكرة فكرة ان الناس ما حدش فيهم بيتعب والقرش اللي معاهم دول ما يستحقهوش وانا اكتر واحد بتعب بيسموه استحقاق الباطل انا استحق اخد القرش اللي في جيبك فيبدأ يبقى حلنجي ويلف ويدور ويراوغ ويكذب ويغش لانه شايف انه بيتعب والقرش اللي في جيبك من حقه حتى لو خدوا بالنصب عليك حقيقة الفكرة دي فكرة شيطانية اصيلة بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون شوف دقة الاية في وصف البني ادم اللي بيحكم على البشر ودي فكرة سيئة فكرة فاحشة الفحشاء هو الزيادة عن الحد التمادي الاعتداء وقول على الله بما لا يعلم ان ربنا موزع الارزاق بطريقة ناس اصلا متستحقش فيبقى عنده جرء انه يمد ايده في جيوب الناس بالباطل لان الحلال ما يجيبش همه وخطوة مع تسويف مع بيع للمبادئ يعيش البني ادم ومنهار الثقة عنده في الحلال اللي بيفقد ثقته في القرش الحلال ومش بيقف لنفسه لترميم الثقة المنهارة في الحلال دي ويعادة بناء ثقته في القرش اللي جاي من عنده ربنا وربنا راضي بيدفع أتمان كتيرة وفي مساوئ بيدقها في الدنيا وفي الآخرة كمان اول شيء سيء بيعيشوا بيحرم من استجابة الدعاء بص اللي قرشه من حرام استغني عن ربنا ربنا بيقوله ما تكسبش إلا من حلال حط الكلام على جن وأنا هتصرف أنا المهم القرش يبقى كتير فاللي بيعمل كده طب ما تطلبش من ربنا حاجة وعلى فكرة فيش حد في الدنيا يقدر يستغني عن ربنا انت محتاج ربك في كل نفس يخرج انه يرجع تاني محتاج ربك يحافظ على نبضات قلبك ورئتك ان هي تعد تمدك على طول بالهوى الحاجات دي انتواخدها كده بالضمان لكنها كلها بمدد ربنا فتخيل بني آدم عايش محروم ان يقول يا رب ولو قال مش مسموح لك تقول يا رب ويستجاب ليك كل ده بسبب ايه سبب ثقة المنهارة في القرش الحلال فعايش بالحرام قال صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس ان الله طيب ولا يقبل إلا الطيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعماله صالحة وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم ثم ذكر سيدنا نبي يقول كده ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعف أغبر متبهدل حلو يصعب على أي حد فأكيد ربنا رحيم به أشعف أغبر يمد يديه يقول يا رب اكرمنا رب وسطرها معنا يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية من حرام فأنا يستجاب له اللي زي دا دعوته مش مستجابة ولما سيدنا النبي قرأ هذه الآية أم سيدنا سعد قال له يا رسول الله أدعو الله أن أكون مستجابة دعوة قال يا سعد أطب مطعمك كتاكم مستجابة دعوة فاللي بياكل من الحرام قافل باب المدد الأكبر إنه غير مستجابة دعوة شيء السيء التاني اللي بيعيشه اللي ثقته مفقودة في القرش الحرام ومحتاجي يعيد بناء الثقة دي كتر الخصوم يوم القيامة أيوة باخد بالك هو ما خادش باله لما انت دحكت عليه في السلعة دي أو ما خادش باله من القرش أو ما خادش باله من المشروع اللي انت سرقته منه وتقدم بإسمك ومستقبله تأثر بسبب الموضوع ده لكن يوم القيامة قال صلى الله عليه وآله وسلم ينادي منادن عند الله يوم بالقيامة أنا الملك أنا الديان الديان اللي بيجيب الحقوق لا ينبغي لأحد من أهل النار اسمع الكلام لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق استنى ده اللي هيخش النار بس ليه حق عند حد من أهل الجنة ممكن يوح ياخده منه والله أعلم هتبقى حسناته عاملة إزاي بعد كده اللي المفوضي يخش الجنة ده حتى أهل النار اللي داخلين النار ربنا يجيب لهم حقهم ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله حق عند أحد من أهل النار إزاي يا سيدنا نبي بالفلوس واللي قال بالحسنات والسيئات ففيه خصوم كتير يوم القيامة لكن الشيء المرعب على اللي فقط ثقة في الحلال التعرض للفضيحة آه في الدنيا والآخر في الدنيا لما سيدنا عليه ابن أبي طالب جاله واحد حرامي فأمر بقطع يده فقال له والله دي أول مرة قال لا لا يسلم الله عبده من أول مرة فلما حققوا معاه لأول مرة السبعتاشر سارئ وقال صلى الله عليه وسلم عن فضيحة يوم القيامة ألا لا ألفين أحدكم ايو عشوف حد منكم ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على كتفيه شاتا كان سارئ معزة ولا سارئ خروف ولا كمبيوتر ولا عرضية ولا أيا كان ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على كتفيه شاتا فيقول يا محمد أدركني أقول قد بلغت أنا قلت لك بلاش كده الفضيحة وحشة في الدنيا والآخرة فدي مساوق وعواقب اللي مش هيقوم كده لنفسه ويتصدر لإعادة بناء ثقته المفقودة في الحلال بيقول لك طول ما تجيب عمران بتحس إنك عايش في أمان مش فرقة بقى هتجيبه مني الفارق إنه يكون مليان الناس مخلوقة عشان خاطر ناخد من إيدها على قدينا بعدين نبقى أنتوب ونصلح دلوقتي نعيش قدر الإمكان ما أنا بطعب برضو من حقي أكسب وأعيش أشبع وتهنى وجمع مال وحلال وحرام ده ما يفرق ليش أنا مال يا عم ومال الناس ربنا يديهم ويزدهم لو كل الناس تتأذي وأكسب ما يزعلنيش ما إحنا تبهدلنا عشان نكسب وناكلها حلال زي الباقي كانت أيام صعبة تبهدل وتعبنا كتير ولا بنلاقي مش هجزب كنت بنام مرتاح وضميري ما كانش بوجعني بس أعمل إيه بضمير مظبوط وفي جيبي ما فيش حاجة نهائي ما نشوف مصالحنا ونكسبها أهو برضو أكيد ربنا غفار القرش السهل جميل وخفيف لسه هنتعبله موت يا حمار هنطلع صدقة وهنصلي وربنا هيبارك وهيرضى مش يعني عشان ملنا شوية هنخش النار ممكن تهدأ وتسمع ثانية هو أنت ما تعرفش الأخرة هتخلص أعمال الدنيا كل اللي ظلمته هيجي اليوم ويطالب بالحق وتدفع وهتدفع غصبا عن عينك حسنات هتروح على ناس تانية لو كل الناس نسيت ظلمك ربك موجود وفكرها لك بيسيبك تظلم وتنتش وتحب الدنيا يزدها لك لو مهما يطول عمرك لو مهما يطول عمرك هتروح له تحاسب على المشاريب وهتندم على قرش أخدته وما كانش نصيبك وحلالك إن كان حظك حلو يا طيب هيخلص منك في الدنيا هيشيل ستره اللي عليك وحميك هتلاقي اللي عملته بيتهده وظلم الناس بقى يحصل فيك هتشوف إن الدنيا رخيصة وأرخص بكتير مما تخيلت وهتندم على كل عميلك وقتا ما عميلك دي تأذيك ارجع عن كل اللي عملته وعود روحك على الخوف من الله القرش اللي بيجي بعرقك بيكون له طعم وبركة معاه عيش وسعه وحاول ود الناس وينفق من المال في سبيل الله وفتكر إنك مسطور لسه من رب الكون فبلاش تنساه جوا يا رميم ورب كريم أدريح اللي مات فيه كفايا غيوم وهقدر أقوم لو طالت لياليا لو عايز تعيد بناء الثقة اللي نهارت وفتقدت في الحلال وتبعد عن المال الحرام والخطوات الحرام في كسب الرزق هقول لك على أفكار وخطوات لأن في بعض الخطوات بتبقى جوه الأول وفي أنفسكم الأول أفلا تبصيرون واللي بيتحقق جوه بيعرف يتحقق بره بعد كده فأول فكرة محتاج تعد تعدها على قلبك وعلى ذهنك لغاية ما تعيشها إن أي مكسب في الدنيا من الحرام أنت بتاخد حتة من جناح البعوضة الفانية والآخر هتبقى صعب جناح البعوضة لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحة بعوضة ما سقى الكافرة منها شربة ماء ما تسويش وبعدين يا سيدي الدنيا حلوة ثانية بتخلص وممكن يكون اللي عدة من حياتك أكتر من اللي متبقي ولقاء ربنا سبحانه وتعالى ربنا يحبه يبقى لقاء جميل لكن لما إنسان يتكاثر من الحرام فاكر الآية اللي انت حفظها أكتر مني الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر عمال ياخد 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 من الحرام فجأة أحوال جسمه بتتغير إيه؟ روح بتطلع مش حاجة بيسيب الدنيا ما تحكناش عليك الدنيا دي كلنا ماشيين منها حتى زرتم المقابر وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام قرأ هذه الآية ثم قال يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي حكتي وهلك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت ما كل حاجة بتروح اللي بيبقلك القرش الحلال اللي طلع منه صدقة عشان كده يا صديقي فكر نفسك بالمعنى ده الحاجة التانية اللي تعملها برضو جوه بس هي فيها خطوة يعني لو سمحت ما تقتلش ما تكبسش على نفس ضميرك لو سرخ إنك ممكن تتفضح بعض الأوقات اللي بيشتغل شغل أنا حرام أو بيكسب من حرام لأن نهارت ثقته في الحلال خلاص ضميره بيسرخ أنا هتفضح سواء دنيا أو أخرة وهو يكبس على نفس ضميره ويسكته خد بالك لحظات صرخة الضمير دي لحظات التوبة والنداء من الله عليك سيدنا الإمام أبو حنيفة كان بيتاجر في الثياب وكان موصي الولاد اللي في المحل عنده لو فيه ثوب فيه عيب بيينوه للمشتري فكان فيه ثوب معين هو عرفه بيتباع بسعر معين فالولد اتزاكه وتشطر وأن بيعه بتلت تلاف درهم وهو سعره مش كده لأحد اليهود قال لك يا عم غدا يهودي يا أخب بأي حاجة فالإمام سيدنا الإمام أبو حنيفة رجع قال له الفلوس دي بتاعت ايه؟ قال له بتاعت الثوب ببيعته طب راح فين الراجل؟ مشي في قافلة ساب البلد فضل مشي تلت ايام في الصحراء ولا القافلة لغاية ما لقى الراجل وورى له عيب الثوب ورجع له تلت تلاف درهم بعض الرواية تقولك إن الراجل أسلم بسبب الموقف ده وده شيء طبيعي جدا من انبهار ومن أخلاق واحد زي سيدنا الإمام أبو حنيفة قصد أقول لك يا عم ما يهودي لا احنا بنعمل ربنا وبعدين ده حقه ده إنسان وبعدين حاجة تانية ما هو مشي بقى خلاص يبقى تصدق بين الصهم لا الحق يرجع ويفضل صوت الضمير حي وصاحي اعمل كده مع نفسك خطوة أقولك عليها كمان لو عندك جزء من فلوسك حلال بقى تصدق منها لأن النفقة والصدقة بتعمل إيمة للبني آدم وبتخلي البني آدم يشعر إن فيه متعة غير متعة الجمع من حرام بس خبالك إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب فلو عندك في قرشك جزء حلال تصدق منه وابدأ اشتغل على كده عشان ربنا يعينك على التوبة آخر خطوة تعيد بيها بناء ثقتك في الحلال بعد ما نهارت رجع الحق لاصحابه لو سمحت فيش حاجة في الدنيا تستاهل طول الحساب يوم الإيام سيدنا النبي بيقول عليه السلام من نوقش الحساب عذب ولو شغلانتك نفسها ما فيهاش اعتداء على حقوق حد أو سرق الحد بس الشغلانة نفسها مش مظبوطة إرشاها مش حلال لو سمحت الدنيا ما تستاهلش تكمل خد خطوة واستشير أهل الإدارة والخبرة إزاي تتحرك من ده واستشير أهل العلم إزاي تتحرك من ده علشان اللي جاي من حياتك يبقى حسن خاتمة بالخطوات الفكرية دي والخطوات العملية دي تعيد بناء ثقتك في من هدم من ثقتك في الحلال وتبدأ تكمل وانت بعين الله ومدد الله ورزق الله إلهي وخالقي جواد أنت ذو كرم وعفو علي وإنني بك أستجير رضاك هو المنا فاجبر فإني كسير القلب جئتك يا قدير اللهم وسع علينا من الحلال وأعطنا السعة في الصحة والمال ورزقنا مع كل ذلك السكينة وراحة البال واكتب لنا السلامة والتيسير في كل حال لو اشتغلت على نفسك وقعدت بناء من هدم من ثقتك في الحلال وسبت الحرام أول حاجة هتحصل لك حالة من راحة البال والسكينة اللي هي الدنيا كلها بتدفع الفلوس والفسح والخروجات واللبس عشان باله مرتاح اللي قرشه حرام باله مش مرتاح حتى لو راكب أغلى عربية وفلته يرمح فيها الخيل انت شايفه من بره كده لكن هو بيحط دماغه على المخدة وهو مش مرتاح تقولي لأ بيحط دماغه على المخدة مرتاح أقولك تبقى مصيبة تبقى مصيبة ده مستدراج إن الإنسان يبقى عنده كرثة في علاقته بربنا ومش حاسس بيها الدنيا هتتسحب بسرعة جدا من تحت رجليه وفجأة هيقابل ربنا سبحانه وتعالى علشان كده لو انت بدأت تعيد بناء ثقتك في الحلال هتسكن وتتطمن إنك انت إن شاء الله مستور في الدنيا وربنا يحب لقاءك في الآخرة قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون العلماء في التفسير قالوا الحياة طيبة الكسب الطيب عارف بقية الآية بيقول تقول ليه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أو اللي كسبه طيب ده وعايش الحياة طيبة دي يوم القيامة هيتاخد بأحسن أعماله إيه أكتر عمل صالح في عبادة ولا في خير بتعمله كان مفتوح عليك فيه تتحاسب على ده يعني ده المعيار اللي تتحاسب عليه اللي أنت جايب فيه مية في المية ده بأحسن ما كانوا يعملون وإنت محتاج تعمل كده حاجة تانية اللي هتحصل لك البركة البركة إن القرش يكفيك وينجيك وبإذن الله بالقرش ربنا يشفيك ويخليك مش محتاج لحد جمع الحرامة على الحلالي ليكثرها دخل الحرام على الحلالي فبعثره بعثر البركة اللي فيه لكن لما الإنسان بيكون قرش وحلال بيتستر بيتستر ليه لأن اللي قرش وحرام بيقول لربنا أنت الرزاق ماشي بس رزقك مش مكفيني ومش مقنع بالنسبالي ومش مريح ومش مطمئن فعلى جنب فكرة بقى التق الله وفكرة الحلال والحرام وسبنا جيبها أنا بحاولي وقوتي ده إنسان وحيد في الدنيا من دون الله لكن البركة الحقيقية في أن القرش يخش كده كان كتير ولا قلالي وربك راضي فتشعر إنه مكفيك أصلا الفلوس ملاش قيمة اللي الفلوس بتعمله من راحة البال والأمان وحب الناس والإحساس بالسند والسكن والكفاية دي حاجات الله بيخلقها مش الفلوس اللي بتجيبها فيا أيها العبد الصالح عيد ورمم من هدم وافتقد من ثقتك في الحلال وكمل وربك المعين ووسط الكسرة والتانية بكن ظالم وكن مظلوم وحلمي دي كده ثانية وكله بيرمي فيه أموم وأنا مش قابل إني قاضية فأحزاني ونفسي قبيل عدا وجراحي ما تكون ولا أكسر في قلبي وأكون جوا يا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفاية غيوم وهقدر أقوم ولو طالت لالية جوا يا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفاية غيوم وهقدر أقوم ولو طالت لالية ولم للنفسي بالوحدة تكون روحي خضا سهدا